بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلاب بنات الطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا لا ذلا معكم في دراسة مادة الدراسات الإسلامية القسم الأدبي وكان في الحصة الفاتت اتكلمنا عن بعض أحكام تتعلق بصلاة الجمعة طبعا نحن لازلنا بندرس في الوحدة الثانية اللي هي عنوان الآيات المختارة كان درسنا في البداية درس اللي هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأداء الأمانات وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتكلمنا في الدرس التالي عن بعض أحكام تتعلق بصلاة الجمعة أديكم مسئلة بسيطة كده عن درس بعض أحكام تتعلق بصلاة الجمعة الآيات التي في هذا الدرس من أي صورة؟ من صورة الجمعة طيب في صورة الجمعة أنا دارك توريني كلمة الجمعة مشتقة من أي كلمة مشتقة من الجمعة ولم يسميت الجمعة جمعة ليه؟ أيوة لأنه يوم يجتمع فيه الناس يستمعون إلى خطيب يذكرهم بالآخرة طيب ممكن تديني زي اتنك كده من فضائل يوم الجمعة أنا شنو؟ أيوة فيه كمل خلق جميع الخلائق ثاني أيوة فيه خلق الله آدم عليه السلام طيب ربنا قال في القرآن إذا نودي للصلاة ما معنى نوديها؟ مقصود بالنداء هنا شنو؟ أيوة الأذان تمام ممتاز وأيهم؟ الأذان الأول له كالتنبيه أولا الأذان عند جلوس الخطيب على الممبر المقصود في الآية أيوة أيوة هو الأذان عند جلوس الخطيب على الممبر طيب الأذان الأول ده من الذي استحدثه؟ أول يعني من الذي أضافه؟ ولماذا؟ أيوة أيوة سيدنا عثمان بن عفان لما أضافه؟ أيوة لأن النس كثل وتباعد سكنهم أو تباعده طيب ممكن تدين اتنين من ما يشتحب يوم الجمعة أو من أداب صلاة الجمعة أيوة الاغتسال غبل المجيء ثاني تنظف والتطيب طيب ربنا قال وذل البيع إذا حصل بيع أثناء الخطبة أو أثناء صلة الجمعة ما حكمه؟ أيوة حرام تمام حكم البيع أثناء الجمعة حرام طيب إذا حصل فعلا البيع ده باطل أختلف العلماء على قولين فيهم جزو قال صحيح وفيهم جزو قال باطل لكن غاهر الآية بيعيد شنو؟ غاهر الآية يعيد أنه باطل طيب نواصل لبعض الأسئلة حبينا نشط بها ذاكرة درسنا الليلة إن شاء الله من ضمن الوحدة الثانية اللي هي الآيات المختارة حنتكلم عن حكم غيام الليل وقيام حكم قيام الليل والتهجد والاعتكاف والدرس ده اللي هو الآيات من 1 إلى 9 مأخوذة من سورة المزمل طيب نقرأ الآيات بعد ذاك نشرح المعنى الإجمالي يقول الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وراتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا فقيلة إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوام قيلة إن لك في النهار سبحا طويلة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشغ والمغرب لا إله إلا هو فاتغذ هو كيلة صدق الله العظيم دي الآيات دي بستتكلم عن قيام الليل وفي مفهوم التهجد والاعتكاف يا أيها المزمل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بالرب العالمين وكلمة المزمل يعني المتلفلف بثيابه ونودي النبي صلى الله عليه وسلم على عادة العرب من اشتقاق الإسم من حالة الشخص الذي هو فيه وكأنه نداهن زي مؤانسة وملاطفة للرسول صلى الله عليه وسلم ربنا يناديه بيا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ده أمر بقيام قم فعلي أمر فكأنه أمر بقيام إيه أمر بقيام الليل إلا قليلا نصفه وينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتل الآيات دي بيّنت أن رب العالمين خير النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في أن يقوم الليل بواحد من المقادر التلاتة المذكورة دي قم الليل إلا قليلا تلتين نصفه ده النصف أو انقص منه قليلا أي انقص من النصف قليلا ده هنا بالدينة التلت أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلة فكأن الآيات ذكرت ثلاث مقادر لقيام الليل إما الناس يقوم تلك الليل أو يقوم نصف الليل أو يقوم الثلثين من الليل وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه صحابته التزموا بهذه الآية التزاما شديدا توجيه من رب العالمين يعني ما فرطوا فيها التزموا به جدا وقاموا قالوا قاموا الليل لحد ما انتفقت أقدامهم يتورمت كله ده كله إلتزاما بالتوجيهات الله عز وجل طيب ربنا كان نورى العلة من الأمر بقياما يعني كالإعداد للرسول صلى الله عليه وسلم قال ربنا قال للرسول إننا سنلقي عليك قولا ثقيلة والقول الثقيل هنا يخصى أننا مقصد بالقرآن مقصد بالوحي وكلمة ثقيلا دي يعني قالوا فيها معنين إننا سنلقي عليك قولا شنو ثقيلا القول الثقيل يخواني هنا مردوه الوحي القرآن ربنا ثم ثقيل له لما ثمي الوحي بأنه ثقيل قالوا لأحد من معنين أو قد يكون لأثنين معن أول حاجة قيل ثقيلا عليك وقت نزله وإنتوا لو بتقرأوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم طعم بتكون لها جدكم أكيد لو هناك في صورة النور في حادثة الإفك لما وصفت السيدة عيشة حال النبي عندما كان تتنزل عليه آيات الإفك آيات البراءة قالت فأخذ رسول الله ما كان يأخذه عند نزول الوحي عليه حتى أنه لا ينحدر منه مثل الجمان في الليل الشديد البرد أو في الليل الشاتي فالمهم قول ثقيل هنا مقصد به أي شديد عليك وقت نزوله فالوحي كان لمن يزعى الرسول الرسول كان يعالج شدة يعني كان بيتعب يعرق كده وجسمه يتقال فقال قيل ثقيل يعني مرات ذاكدة وقيل ثقيلا لما فيه من التكاليف طبعا الناس بيتعبوا في التكاليف الشرعية يعني الصيام الصلاة الجهاد في سبيل الله الحاجات دي فهذه التكاليف كان ثقيل على النفس ثقيل على إيه النفس اللي بالتدريب حتى تبقى خفيفة طيب إنا سألقى عليك قولا ثقيلة من ما قلنا قيل مرات بها واحد من الاتنين ديل إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوام قيلة ناشئة الليل قيل هي ما ينشأ ويتجدد في الليل ويحدث يعني فقيل مرات بها النفس المتهجدة ده معنى ناشئة إيه ناشئة الليل يعني قيل النفس ذات المتهجدة وقيل ما يحدث ويتجدد في الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطأ كلمة أشد وطأ معناش نقول لك الحاجة دي شديدة الوطأ يعني ثقيلة صعبة هنا أشد وطأ مقصد بها أكثر رسوخا في القلب كيف يعني أكثر رسوخا في القلب الدولة بالإخلاص يعني طعا يا خلالنا ذول اللي بيقوم بالليل عشان يصلي أو يطلق قرآن أو يذكر أو يفعل أي حاجة من الأشياء التي ترضي الله أكيد فعله ده هو أقرب إلى الإخلاص ليه أقرب إلى الإخلاص لبعد أعين الناس عنه شبهة الرياء بتنتفي لأنه في وقت صعب وقت الناس كلهم نايمين وقت بتاع النوم الناس بيستحلوا فيه النوم هو الصحة عشان يصلي عشان يطلق عشان يذكر ربنا عشان يفعل خير فعشان كده ربنا قال أشد وطعن أصعب على النفس وأكثر ثباتا ورسوخا في القلب وأقوى مقيلة يعني أكثر إخلاصا يعني القيل الكلام فيه بكون أشد إخلاصا وأكثر رسوخا وأقرب إلى التطوع الصرفة لما فيه أي رياة ولا فيه أي أمر من أمور الدنيا يعني إن لك في النهار سبحا طويلا هنا كأنه سبحا طويلا يعني كلمة السبحة أصلا هي العوم في سطح الماء دي كلمة السبحة يقول لك سبح يعني عام في سطح الماء لكن إنه في الآية إن لك في النهار سبحا طويلا يعني عملا واشتغالا كثيرا كأنه شبه العمل بالنهار الكثير بالسبح على سطح الماء إن لك في النهار سبحا طويلا أي عام الكثير عشان كده قصة الذكير والعبارة دي أحسن تكونش هنا بالليل لكن بالنهار أنت مشغول بملاقة الناس الوفودة كده فما بتستطيع على الذكير وكده بتصل بالنهار يعني واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا يعني ربنا هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذكر اسم ربك تبتل يعني انقطع كلمة التبتل هنا معناه شنو الانقطع تبتل إليه تبتيلا يعني انقطع إليه انقطاعا عبادة وذكرا وكذا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخيصه وكيلا رب المشرق والمغرب اللي هو عز وجل لا إله إلا هو ما في إله غيره تخيصه وكيلا أي فوض أمورك كل إليه الوكيل هو المتولي أمورك المتصرفية وهكذا صدر الله العظيم ده ده المعنى الإيمالي يا خوانا لهذه الآيات نشوف معاكم كده أهم الأسئلة الممكن تريد لين في الجزء ده تعبوا معاي طبعا أول حاجة يا خوانا الآيات دي هي معاني كلمات معاني كلمات حاجة أساسية في الامتحانات وحاجة أساسية عشان تفهم الآيات ذاتة تعرف المعاني الصعبة فيها فكل الكلمات تحفظ الكلمة وتحفظ المعنى بتاعها طبعا الكلمات موجودة في الآيات أصلا لكن تحفظ المعاني بتاعتشنا يا أيها المذمل كلمة المذمل زي ما ظننا هو المتلفلف بثيابه متلفلف بثيابه كده نقول عليه متذمل رتل القرآن اقرأه بتثبت وتأدأ أقول لك رتل القرآن ما تجرى سريع ولا بصوت ما واضح لا أجرأه كده بتثبت وبتأدأ وبتمهل دمعنا رتل القرآن ثقيلا شاقة زي ما قلنا حيث تجيل الحاجة شاقة ناشئة الليل زي ما قلنا ما يحدث في الليل ويتجدد طبعا الليل فيه أحداث كثيرة تتجدد كل لحظة ما يحدث في الليل ويتجدد مأخوذ من نشأ إذا حدث وتجدد لأنه الليل يخلنا فيه أمور كثيرة تحدث الناس يكونوا غافلين عننا بسبب النوم لأنه النائمين لكن فيه الكثير الكثير مما يحدث ويتجدد كلمة أشد وطعا يعني أصعب وقعا زي ما قلنا قبل حاجة تقيلة صعبة اللي هو نزول الوحي أقوم أي أبيا قولا أعدل ده معنى أقوم حاجة بينة حاجة عادلة سبحا طويلا عملا كثيرا سريعا زي ما قلنا السبح الطويل العمل الكثير السريع وأصل السبح العوم على وجه الماء أو سرعة الجري العوم صنع السبح على وجه الماء أو سرعة الجري زي ما قال الشاعر وخير مكان في الدنى سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه فهنا الشاعر قال سرج سابح السابح هنا مقصود بشنه الفرس فسم الجري السريع بالسبح إذن سبحا السبح الطويل مقصود به العمل الكثير السريع أصل السبح إما العوم في وجه الماء أو الجري السريع أو سرعة الجري تبتل انقطع إليهم قطاعا ومنه بتلت الحبل إذا قطعته لمعنى تبتل والسيدة مريم العزراء يا أخواني سميت البتول ليه سموها البتول لأنها كانت منقطعة ليه ألا نحن عندني اسم بتول كثير تجد إمرأة يسمي شنو بتول أصلا هي سميت بتول تيمن بي السيدة مريم العزراء كانت تسمى البتول والبتول هي المنقطعة للعبادة طيب دي معاني الكلمات يا أخواني نجيل الأسئلة لازلنا معكم في دراسة مادة الدراسات الإسلامية والآن نحن بنشرح في الدرس الثالث من الآيات المختارة نتكلم عن قيام الليل والتهجد والاعتكاف نشوف الأسئلة قال ما السر في الآيات في مخاطبة الرصول صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها المزمل ليه خاطبوا بالخطاب ده تأنيسا له وملاطف ده لحد هنا طبعا الباقي ده كلام لو سألك منه بتقوله الكلام ده كله بتعرفه لكن الإجابة على السؤال ده ما السير في مخاطبة الرصول صلى الله وسلم بقول يا أيها المزمل بقول تأنيسا له وشنو وملاطف مقطع انتهى لكن باقي الكلام ده كالشرح على عادة العرب في اشتقاق اسم المخاطب من حالته التي هو عليها تعرف كده لو جاب لك السؤال بأي صيغة فيها الكلام ده تكتب ما المقادر الزمنية التي يخي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقومها من الليل نحن قلنا ثلاثة ماذا كده في الآيات النصف والثلثين والثلث النصف والثلثين وقم الليل إلا قليلا نصفهم قسمهم قليلا أو زد عليه ورطل القرآن ترتيل ثلاثة مقادر ما معنى ترتيل القرآن من مقصود من الترتيل لاحظ يعني باختلفا ما معنى الترتيل ومن مقصود من الترتيل تفرق بيناتهم المعنى اقرأ يعني معنى ترتيل القرآن اقرأ القرآن بتأود وتثبت وتمهول ده المعنى بتاع الترتيل المقصود من الترتيل حضور القلب عند القراءة ده المقصود من الترتيل المعنى تجربة يتمهل وتأود وتثبت لكن المقصود من الترتيل قلبك يكون شنو حاضر أثناء القراءة ماذا كان من قفه صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأمر بقيام الليل من قفه كان كيف لم ربنا أمره امتثل هو أصحابه أمر الله تعالى وصاروا يقومون الليل حتى انتفخت ده ما قلنا شنو أقدم التزام والتزام شديد يعني حد ما رجلهم تورمت طيب دارين نشوف كم من الزمن استمر العمل بالوجوب حتى جاء النسخ وما الآية التي جاء فيها هذا الحكم يعني الزمن اللي استمر كم طبعا ده بيورينا إنه حكم غيام الليل ما استمر واجب على الرسول على الصحابة طوالي لا نسخ بعض شوي يعني تغير الزمن اللي استمر فيه ثلاثة أقوال يا أخوان نحفظوها كويس ثلاثة شنو أقوال القول الأول يقاله سنة يعني الرسول وصحابته كانوا ملتزمين بقيام الليل وكان قيام الليل واجب عليهم لمدة كم سنة وقاله ده القول الراجح إذا سئلت ما القول الراجح في الفترة التي استمر فيها وجوب قيام الليل على الرسول والصحابة بتقول كم سنة القول الراجح طيب القول الثاني هو قيل نحو عشرين سنة بناء على أن آخر الصورة مدني وقاله عشرين سنة يعني ده قول الثاني ليه؟ الناس عللوا كلام ده بيشنو قالوا آخر الصورة مدني أولا مكة في مكة يعني في بداية الدعوة وآخرة مدني عشان كده الفترة طويلة فديل قالوا عشرين وقيل كان القيام فرضا عن نبي صلى الله عليه وسلم وحده لتوجه الخطاب إليه وهو قول قوي يعني برضو قول معتبر الناس قالوا الأمر بوجوب قيام الليل كان الوجوب كان على الرسول بالصحابة وما كان نوجب عليهم لكن كانوا طبعا ولكم في رسول لا أسوى حسنة كانوا يقتدوا بالرسول لكن ما كانوا يجب عليهم الوجوب كان على الرسول صلى الله عليه وسلم أو على النبي صلى الله عليه وسلم وحده ليه؟ لتوجه الخطاب إليه تلاحظوا الصورة في بداية كده يا أيها المزمل مرسول الرسول قم الليلة إلا قليل نصفه أو انقص منه أو زد تلاحظوا الخطاب لمفرد فجماع العلماء القول التالد قالوا كده طيب الآية التي جاء فيها النسخ هي قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وطائفة من الذين معك فديل قالوا أو دي الآية التي ورد فيها النسخ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه فدي الآية التي ورد فيها نسخ وجوب قيام الليل طيب بما نسخه وجوب قيام الليل في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق الأمة مع ذكر الدليل يعني طعن النسخ بيقتضي نسخ ومنسخ الأمر بوجوب قيام الليل يتمسخ لكن يتمسخ بشنه ما الشيء الذي نسخ به الأمر بوجوب قيام الليل نسخ باله بفرض الصلاة الخمس ربنا فرض الصلاة الخمس زي ما عارفين في حادثة الإسراء والمعراض قبل سنة من الهجرة الدليل قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين سأله عن الصلاة الخمس يا عرابي سأل الرسول عن شرائع الإسلام من ضمن الحاجات السألة للأعرابي الرسول منها الصلاة الخمس فقال للنبي العرابي قال للرسول صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها؟ لأن الرسول قال له عليك خمس صلاة في اليوم والليلة الأعرابي قال للرسول هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع فكلام الرسول هنا يورينا إنه شنو قيام الليل ما واجب لأنه قال للعرابي لا يعني ما عليك حاجة غيرها يعني ما الحاجة واجب غير الخمسة صلاة دي إلا تتطوع دللي هو في الصلاة طبعا في الصيام وفي الحج وفي الزكاة لكن في جنس الصلاة الواجب عليك خمسة صلوات في اليوم وفي الليلة طيب نجي نشوف ما المراد بالثقل في قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة المراد بالثقل زي ما قلنا ثقيل على المكلفين بما فيه من الفرائض والحدود منها الجهاد أو شديدا عليك تحمله وقت نزوله ده المراد بالثقل إما المراد الثقيل على المكلفين يعني اللي هو المسلمين المكلفين بما فيه من الفرائض فيه حدود لازم الناس التزمو بها حد السرقة حد الزنا حد القتل ومنها الجهاد برضو حاجة شديدة للحاجة الأولى أو شديدا عليك تحمله خاص بالرسول وقت نزوله ده المراد بالثقل إن لك في النهار سبحا طويلة ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في النهار ومن المهام التي ينهض بها؟ لو ربنا قال له إن لك في النهار سبحا يعني عمل كثير طي العمل ده شو؟ ما هو؟ إن لك في النهار سبحا طويلا يعني تقلبا تصرفا اشتغالا طويلا زي ما قلنا قبل المقابلة الناس، الوفود، تعليم الناس، يعني ذو كلها حاجات مجاملات، كده، غيادة المرضى، الصلاة، يعني ذو كلها أشغال كانت في الرسول صلى الله عليه وسلم في النهار ما يتعلق بأمر أهله وبيته وكده المهام التي ينهض بها القيام بأعباء الرسالة، هذه الحاجة الأساسية الأصيلة في ما يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم القيام بأعباء الرسالة ما معنى فاتخذه وكيلة؟ ربنا قال الرسول فاتخذه وكيلة، اللي هو رب العالمين أي اعتمد عليه، اعتمد على ربنا يعني وفوض أمورك كلها إليه ده معنى اتخذ هو كيلة اعتمد عليه فهي حاجة وفوض أمورك كلها لله عز وجل فقرأوا ما تعسر من القرآن، لما استعملت فقرأوا بدلا من فصلوا زي ما قلنا قبل فقرأوا، نقصد بها هنا الصلاة طيب ليه استخدمت قال فقرأوا مجال فصلوا تسمية الصلاة أو تسمية للصلاة بإسم ركنها كما سميت قياما وركوعا وسجودا الصلاة ممكن نقول على القراءة، أو نقول على السجود، أو نقول على الركوع السلواحد فيكم يقول والله صليت صلاة المغرب ثلاثة ركعات هل المغرب ركوع بس يعني بتركع كده أو خلاص؟ لا، في قيام وفي جراية وفي سجود وفتان قيام وجلوس بين السجدتين والتشاهد أفعال وأقوال كثيرة في الصلاة لكن الركعة بنقول على ركعة بس الله صليت ركعة، صليت ركعتين، صليت ثلاثة ركعات تسمية لإسم الشيء بركنه زي لما نقول الله أرسلت عينا يعني ياسوس وأنا أطلقت عليه حاجة واحدة اللي هو العين من باب إطلاق الجزء وإرادتك كل فهنا ربنا عشان كده عبر قال فقرأوا ما تيسر استعملت القراءة بدل من الصلاة ليه؟ تسمية للصلاة بإسم ركناء كما سميت ذي ما قلنا قياماً وركوعاً وإيه؟ وسجوداً طيب نواصل في أسئلتنا اللي هي الخاصة دي درس قيام الليل ما الأسباب التي دعت إلى نسخ أمر قيام الليل مع ذكر الدليل؟ ربنا زي ما قلنا نسخ قيام الليل نسخ اللي هي حكم وجوب قيام الليل كان في البداية واجب زي ما قلنا على الرسول وصحابته ويلتزموا لحد ما أقدامهم شنو؟ انتفخت تورمت لكن ربنا نسخ الكلام دي يعني غيروا نسخوا من الوجوب للاستحباب للندب يعني بيقى منذوب على المسلمين يقيموا الليل ما واجب السبب شنو؟ خلى رب العالمين يغير أو ينسخ حكم وجوب قيام الليل إلى الندب طيب السبب ذكر في القرآن الكريم قال الله تعالى عالم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ثلاثة أسباب يا أخوانا من أمر بوجوب قيام الليل منها المرض يعني المرض طبعا بيعتري الإنسان في حياته قد يكون كثير قد يكون قليل لكن في النهاية بيكون في مرض والمرض مدعال التخفيف حاجة تاني الذين يضربون في الأرض يضربون في الأرض يعني شغالين بيشتغلوا يعني في واحد يكون شغال من الصباح للمغرب للمساء شغل شاقة ده أكيد لما نجي بيته بيهلكان وتعبان دار يأكل له لما ويرجو دنون فتران تعبان ما يقدر يقوم الليل تاني لأنه طبيعة عمله ما بتسمح له لو قام الليل قد يقصر في عمله بتاع النهار ولو تم عمله بتاع النهار ما بيقدر يقوم به علشان كربنا من باب التخفيف على المسلمين قال في ناس بيضربوا في الأرض يعني شغالين شغال معاه ما بيقدر يقوموا الليل المقاتلون في سبيل الله طبعا الجهاد في سبيل الله والقتال برضو فيها المشقة وفيها التعب فالناس اللي في الثقور ده اللي بقاتلوا وغدلوا واحد النهار كله يكون شايد سلاحه وكده على هبة الاستعداد أو بيقاتل في معركة أو كده طبعا كله بيستدعي جهد بدني كبير فلما نجي الليل الأبدان بتكون كلت وتعبت وكده تكون محتاجة تنوم فترة طويلة عشان تريح أجسادها لهذه الأذباب ربنا غير حكم قيام الليل من الوجوب إلى الند طيب أنا أجف بكم هنا أبناء الطلاب نواصل المرة الجاية كلام عن الاعتكاف كلام عن قيام رمضان في الدرس القادم إن شاء الله إلى ذلكم الحين أبناء الطلاب بناتي الطالبات أترككم في رعاة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته